في حاجة عجباني بصراحة جدا قوي 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 وده في إطار مسألة تنشيط الحركة السياحية طول الوقت انتعارف في حاجة اسمها كده ايه الكونكشن أو الترانزيت سيادتك مثلا جاي من انجلترا ورايح مثلا أبو زبي فانزلت ترانزيت في مصر في القاهرة فمصر بقى ده انت هتعمل ايه تمنح راكب الترانزيت تأشيرة دخول لمصر لمدة اربع ايام يتفسح ولا ايه اخد رأيي الاستاذ محمد كارم الخبير السياحي ورئيس اللجنة العليا للسياحة في الحوار الوطني لحزب ابناء مصر اهلا بيك اهلا بيك ازاي حضرتك كله تمام كله تمام ايه قصة انه هيتم منح ركب الترانزيت تأشيرة لمدة اربع ايام يقدر يدخل مصر وبعدين يكمل رحلته طبعا في دول الجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية تنشيط الحركة السياحة الوفيدة المصر اصدر معالي دورة رئيس الوزراء اه قرار ان السائح يقدر يزور مصر من 8 ساعات ل 96 ساعة اللي هما الاربع ايام بدون تأشيرة على خطوط مصر للطيران يعني لو جاي على مصر للطيران يقدر ياخد تأشيرة الاربع ايام ويلف في مصر اه بالضبط ده ده المرحلة الاولى حلو لان هيتدخل بعد كده مراحل اخرى ايه المراحل الاخرى هيكون مثلا التأشيرة دي لمدة 6 شهور هيتم تجربتها على التدفق الحركة السياحية لمصر من خلال مصر للطيران يعني عملية هي هتبقى مخصصة على مصر للطيران او لمصر للطيران تحديدا اذا استخدم الراكب خطوط مصر للطيران يقدر يحصل على هذه الانواع من التأشيرات مرحلة اولى ومرحلة تانية هيبقى في مرحلة تالتة ولا ايه ولا كده الحد كده لا لا هي هتبدأ الاول على مصر الطيران ويعقوبها الخطوط الاخرى اه يعني الاول تبدأ مصر الطيران ثم تعقوبها خطوط اخرى ايضا بالضبط قطع جربة لمدة 6 شهور عظيم جدا طب توقع لان اللي هيكون قدام للتأشير او لوجودة ساعة الترانزيت هتكون مصر الطيران هايل جدا طب محمد بيه تصوراتك او توقعاتك لحجم السيولة السياحية في هذه الحال ايه بعد اقرار وتنفيذ هذه النوع من التأشيرات لا طبعا ده هيعمل اقبال كبير جدا على المقصد السياحي المصري خلال الفترة اللي جاية ودي من اهم اهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 وهيكون توافد بلدان كثيرة لزيارة مصر في خلال فترة قليلة حلو ده ده التأشيرة دي انا اخدها مثلا اربع تيام لو افترضنا ان انا مش مصري يعني ده كده معناها ان انا اقدر اتجول في كل حطة في مصر بالضبط من السلوم لحد اسوان اه يعني مثلا هنقول في حد جاي ترانزيت مصر لمدة 8 ساعات اه حلو اهو يرجع المكان اللي هو ايه اوكي فيه فيه نقطة تانية ان مثلا الجزت هيجي يقعد يومين او ثلاثة هم فهيعمل يوم تور في القاهرة وبعد كده مثلا في العالمين مثلا او في شرم او في الغرداء وبعد كده له اصروا اسوان في المسم الشتوي ويرجع تاني بلده عظيم جدا هو ساعتها اللي بيطلب السائح انه انا عايز التأشيرة للدخول الى مصر خارج المطار يعني اخرج من المطار انا عايزها يوم او اربعة واللي هي في المطلق اربعة يفعل بها ما يشاء لأ هو بيحصل ان هو قبل ما بيجي بيقول انا عندي مثلا ترانزيت عشر ساعات هم فهو خلاص دخل في التأشيرة المجانية حلو جدا اه خلاص انت اقول لي عندك عشر ساعات تزور فيها القاهرة هم انا مثلا انا عندي وقت يسمح لي باربعة ايام اللي هم الستة وتسعين ساعة ايو فانا ادوني الستة وتسعين ساعة اعمل تور بقى في المحافظات اللي انا عايز اروحها يلف وهيس وينبسط ده يخلق تدفق اعلى بالزبط نجحت نشتغل على الستة شهور نجحت نرواجها على كل خطوط الطيران اللي بتنزل عندنا ان شاء الله يا رب يسمع انبو اكربنا اشكرك جدا محمد بي كل شوكي محمد بي الكارم الخبير السياحي ورئيس لجنة العليا للسياحة بالحوار الوطني عن حزب ابناء مصر